أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحبان الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل الأزيز الرحيم لتمزل قوما ما أنزل عباؤهم فهم غافلون لقد أقل قول على أكسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في علاقهم أقلالا فهي إلى الأبطال فهم مرحبون وجعلنا من بين يدير سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يغسرون وسواء عليهم أأنزلتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزروا من اتبع ذكره فشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وعجر كريم إننا نعي الموتى ونكتب ما قدموا عسالهم وكل شيء أحصينه في إمام مبين واذرر لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعددنا بالصالف فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تهزمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تزيرنا بكم لإلا تنتهون نرجمنكم وليمسلنكم إنا عذاب عليم قالوا طائلكم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرقون وجاء من أفصال مدينة رجل يصحاب قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسعلكم عجرا وهم مقتدون وما لي ألا أعبده أعبد الذي فتنني وإليه تنشعون وأتخذ من دوني آلة إن يردني الرحمن بذن لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إن آمنت بربكم فاسمعون قيل ندخل الجنة قال يا عليت قوم يعلمون بما بطلني ربي وجعلني من المكمنين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيهة وامدة فإذا هم خامدون يا هسرة على الإبان ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستخزئون ألم يروا كما حلقنا قبلهم من القلون أنهم إليهم ليرجعون وإن كل لما جميل لدينا مؤذرون وآية لهم الأرض الميتى أحيينها وأخرجنا منها فمنه يأكون وجعلنا فيها جنات من نقيم وعنام وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من سمرهم وما أملتهم ويدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما سنبت الأرض ومنها الفصمين ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مثلمون والشمس تجري لمجتقر لها ذلك تغطيل العزيز العليم والقمر قدرناه ملاد حتى آذك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل صابق النهار وكل فيه فرك يسبعون وآية لهم ألا عملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن الشعر نضرقهم فلا صريح لهم ولهم ينقذون إلا رحمة من الكن ومتاع الإلهين وإذا قيل لهم التقوا ما بين عزيكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعتيري من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رذبكم الله قال الذين يفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ذلال المبين ويقولون متى هذا نوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا سيئة واحدة تحفظهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلا أهلهم يرجعون ونفقا في الصور فإذا هم من الأشتاث إلا ربهم ينزرون قالوا يا ربهم ومن بأس ومن مرقل هذا ما وعد الرحمن وصنق المرسلون إن كانت إلا سينة واحدتان فإذا هم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تظلموا نفسهم شيئا ولا ترجعون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم أذواجهم في ذنال على الأرائك متكعون لهم سيا فاكهة ولهم ما يدعون سلام القوم من رب العهيم وامتاذ اليوم أيها المسلمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تأبدوا شيطان إنه لكم عدو مربي وإن يعبدوني هذا سراط مستخيم ولقد هذا لمنكم جبلا كسيرا أفلن تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم تبعدون إسلوها إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نفطم على أخواه وتكلم عيدين وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نتمسنا على أعينهم فاستبقوا سراط فعن يمسرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استعاءوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمن ننكث في الخلق أفلا يعقدون وما ألمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا ويهق القول ولا الكافرين أولم يروا أن ناقل لهم مما أملت أيدينا الأمان فهم لا مالكون وذلل لهم فمن ها راكوبهم ومن ها يحكلون ولهم فيها ملاف ومشار أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون ليستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغذرون فلا يحذنك قومه إنا نعلم ما يسرون وما يؤلمون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من ندفة فإذا هو قسيم مبين وذرب لنا رسلا ونسي خلقه على من يحيي الإدام وهي رهيم قل يحيي الذي يمشى أول مرد وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأفضل النور فإذا تؤمن تحقدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يحلق مثلهم بلى وهو أمن الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك موت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم رحم الله من القر الفاتحة من الفاتحة والسلوات الله الله